نشوف الأسماء يعني بما أن إحنا لسنا في وقت المنطق نشوف الأسماء إحنا عندنا أسماء كتيرة مرشحة في هذا التوقيت سمعنا اسم موسى مصطفى موسى مثلا تردد أنه من الأسماء التي قد تترشح مين هو موسى مصطفى موسى وأنا بقول أسماء ومعنديش يقين أنه في المرشح الكمبو الجاهز ده ولكن عندنا هو رئيس حزب الغد شغل منصب نائب رئيس منذ تأسيسه طبعا كان في خلاف كبير بينه وبين أيمن نور دكتور أيمن نور على رئاسة الحزب الحزب طبعا ما أسسه أيمن نور في الأساس وحصل بقى خلاف بينه وبين أيمن نور فصل موسى مصطفى موسى من الحزب مع ثلاث شخصيات في 2011 حسمت لجنة شؤون الأحساب الصراع بينه وبين أيمن نور على رئاسة الحزب لصالح موسى مصطفى موسى وهو رئيس المجلس المصري للقبائل المصري والعربية هذا هو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اللي ممكن يكون مرشح في اسم آخر بدأ يتردد وأنباء عن اجتماع لحزب المحافظين لترشيح أكمال قرطام رئيس الحزب هل هذا دقيق بنحاول نتصل بيهم لكن احنا اتصلنا بيه وقال لنا حيطلعوا بيان ينفو فيه ده تماما مين بقى اللي طيب معنا اهو اول تعليق اللي فيه على عهدة جريدة الوطن حاولنا نتصل بيه قال لنا انهوه في المستشفى ولكن بنتكلم فعلا على موسى مصطفى موسى اتصلنا بيه قال لنا انهوه في المستشفى هل في المستشفى بيجري الكشف الطبي خلي بالكم ان النهار ده اخر موعد لاجراءة الكشف الطبي يوم الجمعة كان اخر موعد للتقدم لاجراءة الكشف الطبي او انك تدرج اسمك لاجراءة الكشف الطبي ده احنا بقى مجهزينه ده احنا جهزين بقى يا جماعة بقى سامي انهو بلان ايه بلان بيه بلان سيه كل البلانات جاهزة عندنا برافو فالحقيقة يعني بصراحة انا عندي زهول وما كنتش اتمنى ده على الاطلاق ولكن من الواضح ان عندنا ربما يعني يكون لدينا مرشح اذا عندنا اسمين موسى مصطفى موسى واكمل قرطام اكمل قرطام قال لنا لا لكن حزب المحافظين نفى هذا الامر وانه حيطلع بيان هنشوف بعد قليل ماذا سيحدث وحنوليكم طوال هذه الفقرة الاخبارية وطوال الحلقة كل ما تكون لدينا مع علومات وبنحاول نتصل ايضا بموسى مصطفى موسى للتأكد او نفي هذا الخبر